طيب على الجانب الآخر دكتور أحمد أربع مباريات أربع انتصارات متتالية للنادي الأهلي أعتقد لأول مرة هذا الموسم آه فعلا هي الأول مرة في الدوري النادي الأهلي السنة دي يكسب أربع مباريات على التوالي ودي طبعا حاجة كويسة جدا الميزة النادي الأهلي أنه هو عنده شخصية البطل أنه بيلعب تحت يعني أن أنت بتكسب تحت ضغط أنت كانت زي مالك فارع عنك بعدد مباريات كبير قدرت أن أنت بتلعب تحت ضغط عايز تعود الضغط ده قدرت أن أنت تكسب وتوصل يعني أن أنت توصل للصدارة كذلك برضو في المباراة الأخيرة زي مالك لعب ماتش المحل لو كسب وإنت لعبت بعده فأنت بتلعب تحت ضغط وبالتالي النادي الأهلي دايما ديم يعني ميزة الفريق البطل وشخصية البطل الموجودة في النادي الأهلي ولكن في بعض الأرقام الممتازة جدا في الأربع مباريات دول تحديدا اللي بتأكد أن الفرقة ماشية بحالة كويسة والفرقة فايقة وإن شاء الله الدوري أهلاوي يعني هنبص على الأرقام النادي الأهلي بميسجل في آخر أربع ماتشاط هدفين أو أكتر يعني مباراة الإنتاج الحربي سجلنا ثلاث أهداف مباراة أسوان ثلاث أهداف ودي دجلة هدفين مباراة سيراميكة أربعة فأنت بتسجل قوة هجومية كبيرة المشكلة كانت عندنا نوعا ما في الدفاع شواء إن احنا استقبلنا هدفين في مباراة الإنتاج مباراة أسوان مباراة دجلة كان أول كلين شيت مباراة سيراميكة من خمس مباراة متتالية يعني ما بيدخلش فينا كان بنستقبل أهداف في الخمس مباراة اللي قبل كده أول كلين شيت كان في مباراة سيراميكة بص بقى على الأرقام الممتازة أنت استحوازك كله فوق الستين في المية مع عدم مباراة دجلة كانت اتين وخمسين في المية عدد التمريرات برضو فوق الخمسمائة تمريرة في مباراة وصلنا لستمائة وعشر زي الإنتاج الحربي ستمائة واربعتاشر زي أسوان مباراة ودي دجلة اللي كان برضو كان استحوازهم كويس كان احنا كانت تمريراتنا 472 بس بص بقى على الرقمين اللي جايين برضو والشراسة الهجمية الموجودة في النادي الأهلي أنت معدل محاولاتك في الماتش الواحد فوق العشرة يعني بتروح الجون أكتر من عشر محاولات مباراة الإنتاج رحنا 15 محاولة مباراة أسوان رحنا 11 محاولة مباراة دجلة رحنا 16 مباراة سيراميكة رحنا كان بقى 28 محاولة 28 محاولة على المرمى حتى الأهداف المتوقعة تتجول أنت الأهداف المتوقعة دي بتتحسب من خلال بيحسبوها بنسبة من خلال كل ما بتقرب للخط المرمى بتاخد درجة يعني كذلك برضو لما لعب بيكون مواجه للمرمى أو منفرد بتاخد درجة عالية هتلاقي أن الأهداف المتوقعة كلها أكتر من ثلاثة في الماتش الواحد يعني متوقع للنادي الأهلي يسجل أكتر من ثلاثة أهداف في الماتش فدي نسبة بتأكد تحسب للمدرب طبعا مستر بيتس موسيماني أن هو بيوصل الفرقة كتير لبجون وتحسب برضو للفرقة وشخصية البطل العزيمة والإصرار أن أنت عايز ترجع وتتصدر وأن أنت تتصدر وتواصل للصدارة